بنك الأهلي ده وده بنك يعني مش محتاج إعلان يعني لازم يتكرر مع الأبطال دول يعني صمر لازم تلقى حد هيسم يلقى حد كل الشباب دول يلقوا حد أنا أول مرة عرف أنه بغدودة ده مش مش فوزن يعني اللي هو يؤهله ولكن برضو لو كان لقى حد يقف وراه كان نزل وزن طرع وزن اليوم طرق كده يعني دي مسألة وعلى فكرة دعاية عظيمة طب هو الراجل دلوقتي هو طالع هو على التلفزيون قال لكن ورايا البنك الأهلي وأكيد بيحط الشعار بتاع البنك أظن يعني مش في بطولة أفريقيا ولكن في حاجات تانية هيحط الشعار البنك وكده احنا بنطالب الشركات المصرية شركات الاتصالات والبنوك ومؤسسات العقارات كل حد يخده اتنين ثلاثة هتخلص هتقول لي آه بس واجب الدولة وهو الدولة لأ أنا عارف واجب الدولة أما هو أنتو تيجوا لما ايه تيجي الدولة يقول لك طب احنا هنصرف يقول لك حرام عليك انت هتصرف علي مليون جنيه هلقيين ناكل خلاص وبعدين دي يجي يقول لك ايه احنا على فكرة محتاجين فلوس حرام عليك دا الراجل مش لاقي ياكل يدينه فلوس انت طب ما تعرفش انت معميل وهو حيبقى نفس المواطم لقال كده هو اللي قال كده انما اللي راح دماغنا زي العالم كله انه يبقى فيه شركات رجال أعمال ناس محترمين مهمين يروعوا الناس واحنا كان زمان عندنا في السكواش كتير كده سكواش كله طلعوا كبر كده انه كان وراه بنك وراه رجل أعمال وراه شركة وراه بتاع كل دا يا جماعة احنا عندنا المادة الخام بتاعت اسمها مادة الخام بتاعت المصريين مادة الخام دي عظيمة ارادة يعني اللي بيعمل دا في الظروف دي يبقى عظم من اي حد اللي بيعمل دا في الظروف دي يبقى عظم من اي حد المادة الخام دي محتاجة بس لحد يقوله ايه ركز انت بس في شغلك وانا وراك عايزي نقصك ايه ايه الموضوع مكملات غذائية مدرب احمال من برة مش عارف ايه واحنا مستعدين كاعلام نبرز هزي الامور ونقول نشير كذا بترعى فلان وفلانة وده سمر دي امر 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 سيكا